إذن للوقوف عند تطورات المشهد في درنا في ظل الغضب الشعبي المتنامي على الحكومة والبرلمان في الشرق بعد الفيضان الذي أودى بحياة الآلاف ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب الصحفي الليبي نعيم لعشيبي أستاذ نعيم مرحبا بكم يعني في ظل استمرار عمال الإنقاذ البحث عن آلاف المفقودين في درنا كيف تقيم جهود الإنقاذ هل تعتقد أن جهود الإنقاذ باتت بلا معنى بعد مرور أسبوع على الكارثة أستاذ نعيم بداية أخي الكريم دعنا نوضح شيء في غاية الأهمية لنعلم أن ما تعرضت له درنا تحديدا هو مدن في الشرق يعني هو يعتبر يعني في أشد أنواع الكارثة التي تمر بها ربما الإنسانية هناك مدن وقرى أو قرى تحديدا يعني ربما امتسحت خريطتها من المنطقة إضافة إلى أن هناك انقطاع بين المدن في المنطقة الشرقية إذن نحن أمام كارثة ناهيك عن الجثث ناهيك عن الضحايا ناهيك عن الذين بمبانيهم وثياراتهم لا يزالوا غارقينها في البحر الأولى في هذا الأمر أنه هو استمرار عمليات الإنقاذ نحن للأسف في ليبيا منذ يعني 2011 منذ سبراير نعم ونحن نعيش صراعا سياسيا للأسف هو صراع مقيد أهملت فيه كل أهداف البنيوية للمجتمع الليبي كل الأهداف الحقيقية التي من شأنها أن ترتقي بالبنية التحتية يعني للمناطق والمدن الليبية وإنما كل الربما الميزانيات للأسف الشديد وكذا وزعت على أو ركزت على التنازع السياسي ومحاولة الكثب السياسي ومحاولة الارتقاء بطرف دون طرف وبالتالي عاشت ليبيا طيلت هذا العقد يعني حالة من الصراع نعم وحالة من الاقتتال اليوم نمر بكارثة حقيقية يجب على الليبيين أن يكونوا عند يأقفت هذا الأمر اليوم عندما نرى خروج الناس نعم يعني بالطبيعي مدينة ثلث سكانها قد أبيد نعيك عن الذين لا يزنون المفقودين بالطبيعي تكون الخروج ربما لا نستطيع قد يكون هناك مكر سياسي قد يكون هناك توجيه سياسي ولكن الأساس في خروج الناس هو أساس ناس مكلومين كتيبات عائلة عائلات أبيد يعني عائلات انتهت أصبحت في علادة الموتى نعم يعني بالعشرات بالمئات بالألاف لنستطيع إلى الآن حتى تحديد عدد الوصيات جراء هذا الإعصار أستاذ نعيم لو فتحنا نافذة تحمل المسؤولية هناك من يلقي باللائمة على غياب مؤسسات الدولة في درنا وهو الأمر الذي يؤخر عملية الإنقاذ وبالتالي يجعلها أشبه بالعشوائية هل هذا صحيح أستاذ نعيم والله يشوف سيدي إلى حد ما للأسف يعني هكذا ما تعودنا منذ الحكومات منذ ألفين وحداش يعني إلا ما نادر لم تبتفت أي هذه من الحكومات أو الجهات المسكولة تشريعية كانت أن تنفيذها إلى أحوال الناس وبنياتهم التحتية فبالتالي ماذا نتوقع يعني من يعني مدينة زيدرنة تصرف لها ميزانيات فهم كيف تقدر بمئات الألاف وربما بالملايين تمام لم يعني يعني ينشأ فيها أي أساس بالاجتناب مثل هذه الكوارث البيئية فهذا أمر يعني خطير في غاية الخطورة وهذا أمر ينظر يعني يعني ينظر بالخراب استمرار الفساد اليوم الفساد مستشري في ليبيا مع الأسف الشديد يعني فهذا الأمر الآن الكارثة تساجل تحقيق حقيقي سوى كان محلي سوى كان دولي حسب ما يطلبه حتى الأهالي والمكلومين المتضررين نفسي يعني أساسا جراء هذه الكارثة اليوم يا عزيزي يا أستاذي لدينا أطفال أيتام لدينا عرامل يعني لدينا يعني ناس أفيدت بالكامل هناك يعني حالة أكثر من 35 ألف عائلة اليوم هم في العراء نهيك عن أرزاقهم عن بيوتهم التي دمرت يعني أمامك فبالله عليك أنا يديهم كيف نأمن لجهة اليوم تشريعية والتنفيذية دون مراقبة محلية وتولية على تنفيذ كيف ما تقول بنية تحتية وتوفير لهؤلاء الناس نحن نحن منذ عشر سنوات ونحن نعامي البنى التحتية يعني ممكن الفترة الأخيرة بدأت نوع من حولة إعمار ولكن صراحة حتى أكون معكم واضحة لا ترتقي لحد المستوى ولكن أستاذ نعيم حتى نكون منصفين هناك من يحمل معمر القذافي في موضوع تردي البنية التحتية معمر القذافي انتهى حكمه أكثر من 12 عاما خلت كيف تنظرون إلى ذلك؟ شوف سيدي يعني إذا سلمنا بين النظام السابق وهذا بالفعل كانت هناك يعني تردي البنية التحتية وسوء خدمات ما إلى ذلك ولكن أنت اليوم بدأ النظام القذافي فماذا قدمت أنت لك نحن نمر يعني يعني فتنا العشر سنوات أو يزيد من فبراير ماذا قدمنا إلا الصراع والتنازع وعدم مراعاة حقوق الليبيين يعني ماذا قدمنا ماذا قدمت ماذا قدمت هذه الجهات المسؤولة وهذه الحكومات وهذه الجهات التشريعية للشعب الليبي هنا السؤال الذي يطرح نفسه وهنا السؤال الذي من حق المواطن أن تجيب عليه وهنا السؤال الحقيقي الذي يجب أن يفتح فيه تحقيق حقيقي لنعرف مكان من هذا الإهمال من أين وهذه الميزانيات المهولة التي صرفت أين ذهب أستاذ معين أستثمر وجودكم معنا بعد إذنك اليوم يا عزيزي سقطت ورقة التوت عن الجميع اليوم سقطت ورقة التوت عن الجميع يجب أن يكون هناك وعي حقيقي من أبناء الشعب الليبي للمطالبة والمحاسبة أين ومن هو وراء الخلل الحقيقي اليوم نجد جهات تشريعية نجد مؤسسة عسكرية في شرق والغارب ونجد حكومات في شرق والغارب ونجد مجلس أعلى ومجلس نواب ونجد عمدى بلديات طيب لا تقنعني أن هؤلاء موجودين على كرافين بدون أي ميزانيات مستحيل اليوم صرفت أموال أين ذهبت هذه الأموال في حق هؤلاء الناس في حق هؤلاء الشعب في حق هؤلاء هذه المدن أنا السؤال ليطرح نفسه وهنا السؤال الذي يجب أن تكون هناك نظرة حقية وجادة لأن الأمر أصبح كارثي فعلا بخصوص ليبيا وهو أمر سيء أساء الجميع من اسطنبول الكاتب الصحفي الليبي نعيم لعشيبي شكرا جزيلا لكم